مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين أخباري اليوم تقرير فرنسي يكشف عن قيمة الراتب الشهري لمدرب المنتخب المغربية تصريح عالمي من أشرف حاكمي يكشف عن أسرار هامة لأول مرة والآن إلى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة وتدفع الزر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن معلومات مثيرة للاهتمام تتعلق براوات بمدربية المنتخبات الأفريقية مصلتة الضوء بشكل خاص على المدرب المغربي الموهوب لداراكراكي فوفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة يعتقى داراكراكي الذي يقود المنتخب المغربي راتبا شهريا يبلغ 70 ألف يورو أي ما يعادل تقريبا 700 ألف درهم مغربي إذ أن هذا الراتب المرتفع يدعو ريكراكي في مرتبة متقدمة دمنا قائمة أعلى المدربين أجرا في القارة الأفريقية محتلنا بذلك المركز الرابع في هذا التصنيف ومن الجدر بالذكر أن هذا الترتيب المتميز للريكراكي يأتي خلف ثلاثة مدربين آخرين يتصدرون القائمة وهم على التوالي مدرب المنتخب الجزهري ومدرب منتخب جنوب إفريقيا ومدرب منتخب ساحل العش وهذا التفاوت في الرواتب بين المدربين يؤثر التساؤل حول العوامل التي تحدد هذه الأجور المرتفعة وفي هذا الصدد أوضحت صحيفة لومونت أن هناك عدة عوامل تلعب دورا حاسما في تحديد رواتب المدربين فمن ناحية تعتبر جنسية المدرب عاملا مهما حيث أنه غالبا ما يحظى المدربون الأجانب بأجور أعلى نظرا لخبراتهم الدوليات المتنوعة ومن ناحية أخرى تلعب الخبرة الشخصية للمدرب دورا لا يقل أهمية فكلما كانت خبرة المدرب أكثر ثراء وتنوعا ارتفعت قيمته السوقية وبالتالي راتبها بالإضافة إلى ذلك فإن قوة المنتخب الذي يتولى المدرب قيادتها تعد عاملا حاسما آخر في تحديد الراتب فالمنتخبات ذات التاريخ العريق والإنجازات الكبيرة عادتنا ما تكون قادرة على تقديم عروض مالية أكثر سخاء لجلب المدربين المتميزين وفي سياق متصل أشرت الصحيفة الفرنسية إلى ظاهرة ملحوظة في كرة القدم الأفريقية حيث تميل العديد من المنتخبات وخاصة تلك التي تطمح لتحقيق نتائج سفنائية على الصعيدين القاري والدولية تميل إلى الاستثمار بشكل كبير في استخدام مدربين أجانب ذوي خبرات عالية وهذا التوجه وإن كان يرفع من التكاليف المالية للاتحادات الكروية إلا أنه يعكس رغبة حقيقية في الارتقاء بمستوى اللعبة والمنافسة بقوة على العقاب في المقابل هناك منتخبات أخرى تفضل اتباع نهج مختلف حيث تميل إلى الاعتماد على المدربين المحليين وهذا الخيار الذي يتجسد حاليا في حالة المدرب المغربي ولد راقرغي له عدة مزايا فمن جهة يساهم في تقليل التكاليف المالية على الاتحادات الكروية ومن جهة أخرى يمنح فرصة الثمينة للكفاءات التدريبية المحلية لإثبات قدراتها وتطوير خبراتها على أعلى المستويات وتعد قصة نجاح ولد راقرغي مع المنتخب المغربي تعد مثالا ساطعا على فعالية هذا النهج فقد استطع راقرغي بفضل معرفته العميقة بخصوصيات الكرة المغربية والإفراقية وقدرته على التواصل الفعال مع اللاعبين استطاع أن يقود أسود الأطلس إلى تحقيق إنجازات تاريخية كان أبرزها الوصول إلى الدور النسف النهائي في كأس العالم الأخيرة بقطر وختاما يبدو أن مسألة رواتب المداربين في كرة القدم الأفراقية تعكس تنوعا في الاستراتيجية والرؤى بين مختلف الاتحادات الكروية فبين من يسعى لاستقطاب الخبرات الأجنبية بأي ثمن ومن يفضل الاستثمار في الكفاءات المحلية تبقى النتائج على أرض الملعب هي الفايصل في تقييم نجاعة كل خيار وفي النهاية فإن الهدف الأسمى يظل هو الارتقاء بمستوى كرة القدم الأفراقية وتعزيز حضورها على الصحة العالمية كشف النجم المغربي هشرف حاكمي عن علاقته المميزة بالأسطورة الأرجنتينية ليوني الميسي وكيف ساهمت هذه العلاقة في تطوير مهاراته الكروية خاصة في مجال تنفيذ الدربات الثابتة ففي تصريحات إعلامية لافتة فتح حاكم نفذة على عالمه الخاص مسلطا الضوء على فترة زمالته مع ميسي في صفوف نادي بارسان جرمان الفرنسي وقد أشر اللاعب المغربي الموهوب إلى الدور الكبير الذي لعبه ميسي في تحسين أدائه في تنفيذ دربات الأخطاء الثابتة وهي مهارة تعتبر من أصعب وأدق المهارات في عالم كرة القدم وفي هذا الصياق صرح حاكمي قائلا بالتأكيد كنت أتمرن على دربات الخطأ لكنني استفدت كثيرا من ليوني الميسي وأضف واضحا كنت أراقبه بدقة أثناء تنفيذ دربات الخطأ في التدريبات وكان يتكرم علي بمشاركة بعض التقنيات الخاصة بها كما كان يمنحني الوقت الكافي لأتعلم وأستوعي بهذه المهارات الدقيقة وما يثل الإعجاب حقا هو السرعة التي تمكن بها حاكمي من ترجمة هذه الدروس القيمة إلى واقع ملموس على أرض الملحب فبعد شهرين فقط من تلك التدريبات المكثفة مع ميسي نجح النجم المغربية في تشجيل هدف رائع من ضربة خطأ مباشرة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم 2022 وفي لفتة تعكس مدى التقدير والاحترام المتبادل بين اللاعبين كشف حاكمي أن ميسي بادر بإرسال رسالة تهنئة لها عبر تطبيق واتساب فور تشجيل لهذا الهدف إذ يبرز هذا الموقف ليس فقط الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها ميسي بل أيضا العلاقة الودية القوية التي نشأتها بين اللاعبين خلال فترة تواجدهم في باريسان جرمان ولم يتوقف حاكمي عند هذا الحد في الحديث عن ميسي بل أسهب في وصف شخصية النجم الأرجنتيني وتأثيري عليها فقد أكد اللاعب المغربي قائلا كان من الضروري أن أستغل فرصة وجوده بجانبي فميسي هو فرصة لا تتكرر كثيرا وأضف بنبرة مليئة بالأعجاب والتقدير إنه مثل كتاب يحتوي على كل ما يتعلق بكرة القدم ولقد تعلمت منه درسا مهما حول دربة الخطأ ومما يزيد من قيمة هذه العلاقة المهنية والشخصية بين حاكمي وميسي هو الطابع الإنساني الذي يميزها فقد وصف حاكمي زميله السابق بأنه شخص رائع ومتواضع مؤكدا أنه كان له الشرف أن يلعب بجانب أفضل لاعب في العالم التعكس هذه الكلمات ليس فقط الاحترام المهني الكبير بل أيضا التقدير الشخصي العميق الذي يكنه حاكمي لميسي وتقدم هذه القصة الملهمة بين حاكمي وميسي تقدم درسا قيما في أهمية التعلم المستمر والاستفادة من خبرات الأخرين حتى بالنسبة لللاعبين المحترفين على أعلى المستويات فهي تبرز كيف يمكن للتعاون والتبادل المعرفي بين اللاعبين أن يساهم في تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم على أرض المنعب كما أنها تصلت الضوء على الجانب الإنساني في عالم كرة القدم حيث تتجاوز العلاقات بين اللاعبين مجرد الزمالة المهنية لتصل إلى مستوى الصداقة والدعم المتبادل وفي النهاية تبقى هذه القصة شهادة حية على أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل هي مدرسة للحياة يتعلم فيها اللاعبون دروسا قيمة في التواضع والعطاء والتعاون تتجاوز حدود الملعب لتشكل قيم إنسانية راسخة